السلام عليكم أخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفاهم عام تتم لدورة تيك توك هذا الفيديو اليوم سأريكم كيفية معرفة الوقت المناسب الذي سأقوم برفع فيه الفيديوهات الخاصة بي حتى ألاقي مشاهدات كبيرة وكذلك سأريكم كم فيديو سوف تقومون برفعه في اليوم إذن تابعوني إخواني فأول شيء لمعرفة الوقت المناسب لرفع الفيديوهات الخاصة بنا في التيك توك أذهب إلى المنف الشخصي الخاص بي ثم ثلاث نقطة التي توجد في الأعلى على اليسار ثم بعدها أدقون بالدخول إلى أدوات المبدعين ثم بعدها هنا تظهر لي التحليلات لكن كملاحظة إذا أردت أن تظهر هذه التحليلات يجب عليك أولا تفعيلها قبل بداية النشر وهنا نظرة عامة على القناة عدد مشاهدات الفيديو ثم مشاهدة الملف الشخصي ثم تسجيلة الإعجاب والتعليقات والمشاركات والمتابعين وعدد اللايفات التي قمت بها وهنا المحتوى تجد جميع الفيديوهات التي قمت بنشرها ثم هنا المتابعون وهذا هو ما يهموني انظروا معي إخواني هنا إجمالي عدد المتابعين الذكور هم الأكثر مشاهدة لقناتي هنا المناطق التي تأتي منها الزيارات كنسبة أولى المغرب ثم الجزائر ثم باقي الدول أخرى وهذا هو المهم لنا لاحظوا معي إخواني هنا الثامنة مساء هي الوقت المناسب التي يمكنني أن أشارك الفيديوهات الخاصة به لأن العديد من المشتركين التابعين لقناتي يكونون نشطون في هذه الساعة أما بالنسبة لعدد الفيديوهات التي يمكنك القيام بها فأخي أنا كنصيح لي يجب أن يكون الفيديو جميل قصير ثم صورة جد جد عالية هذه هي ثلاث نقط التي يجب عليك أن تركيز عليها أما بالنسبة لكم عدد الفيديوهات التي سوف تقوم برفيع في اليوم فإن كانت القناة في البدايات يجب عليك التركيز على فيديوين الفيديو الأول تقوم بنشره في الساعة الرابعة بعد الزوال ثم الفيديو الثاني يجب عليك أن تنشره في الساعة الثامنة مساء إذن فيديوين في اليوم هو عدد الفيديوهات التي يجب عليك أن تقوم بنشرها في اليوم إن كانت القناة في البدايات الخاصة بها وبعدها إن شاء الله عندما تأتيك زيارات كبيرة وعدد متابعين أكبر يمكنك رفع فيديو واحد في اليوم إذن إخواني إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على الزر إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لأنه فعلا هناك فيديوهات حصرية جديدة قادمة سأقوم برفعها على القناة